على جدول أعمال مجلس الأمة حل قانون الإيجارات بتعديلات جديدة تحمي حقوق جميع الأطراف في حالات الأزمات والطوارئ وفي التفاصيل ناقشت لجنة الشؤون التشريعية على أربعة اقتراحات في هذا الشأن وفقت على إثنين منها في مسعى تشريعيا يهدف إلى تقليل لعب الذي يقع على كهل المستأجر وينص المقترح الأول على إنشاء دائرة إيجارات بالمحكمة الكلية تشكل من قاض واحد تتكون من ثلاثين دائرة إيجارات بدلا من عشرة دوائر تختص بالنظر في المنازاعة المتعلقة بالإيجارات أيا كان قيمتها والتعويضات الناشئة عن تلك المنازعات ويهدف المقترح إلى حماية حقوق الأفراد في حالات الطوارئ والأزمات بوقف المواعيد المتعلقة بسداد الإيجارات والسئنافها أو إيداعها أو الاحتكام لإجراءات التقاضي بعد انتهاء تلك الأزمات فيما نص الاقتراح الثاني على عدم جواز إخلاء العين المؤجرة إذا تخلف المستأجر عن سداد الأجرة خلال فترة تعطيل أو وقف العمل في المرافق العامة للدولة حماية للأمن والسلم أو الصحة العامة على أن تحدد المحكمة طريقة سداد المستأجر الأجرة المتأخرة وفقا لظروف الدعوة وجاء هذا المقترح لحماية المستأجر من إجراءات الإخلاء نتيجة عدم سداد قيمة الإيجار وذلك بترجيح مصلحة حماية الأرواح والحق في المأوى في الظروف الصعبة على حق المؤجر بإخلاء العقار هذه التعديلات تأتي ضمن جهود حثيثة قمت بها اللجنة المختصة لتحديث قانون الإيجارات ليتناسب مع الظروف الطارئة وبما يتماشى مع حالات الكوارث والأوبئة وذلك حماية للمتضررين ولحفظ حقوق جميع الأطراف ولوضع حلول قانونية للتوفيق بين أصحاب الأملاك والمستأجرين إلى جانب تسهيل الأمر على مرفق القضاء اشتركوا في القناة